كلمة المتلسة في المتبول بالمتبول من المتابول سورجي مين دور? الكريتكالي كير اللي هو المتابوليك ريسبونس الكريتكالي كير كل كل الكلام ده بنسمي إيه؟ بنسميه الحالات الحرجة Accelerated Catabolism هنلاقي ان التمثيل الغذائي بتاعهم في تكسير عائلية Of lean body or skeletal mass occur العضلات بتاعيتهم بيحصل فيها تكسير Medici Clamical Result Negative nitrogen balance في الآخر الكتابوليزم ده بينتهي بإيه بينتهي بnegative nitrogen balance ودمور في العضلات العضلات بتاعيتهم بتكسر Physiological changes في الكتابوليزم التكسير ده هيحصل في إيه بالنسبة لكربوهادريات الكتابوليزم Increase glycogen 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 Insulin resistance of tissue Hyperglycemia هيحصل زيادة في السكر وعندهم Insulin resistance طيب إيه اللي هيحصل في الفات Metabolism هيحصل تكسير في الفات برضو Increase Lyposis و الـ Free fatty acids use as energy substantiate by tissue الدهون هتبتدي تدين الأنسجة لأسجل المفتلفة معدل brain إن الـ Brain يجب أن يقوم بحث ما يقوم بحث Some conversion of free fatty acids to ketones فالأجسام الكيتونية دي بتأثر والبرين ده لو تأثر بالكيتون بودس بالخلايا بتاعته بتتكسر دي التحصل في الكاتابولات العضلات بتبتدي تتكسر عمانو أسس كونفرته لجلوكوس اندوز اي سابستريت تو اكي ناجاتيب نايتروجين تمام بيكسر البروتين بيديني ناجاتيب نايتروجين تمام والعمانو أسس بتحول لجلوكوس كل الجسم عايز يجلوكوس فالفات بتتكسر الكربوهدريت بتتكسر تتكسر total energy expenditure is increased in proportion to injury severity and other modified factors progressive reduction in fat and muscle mass until stimulus for catabolism على طول التجون والعضلات بتبتدي تتكسر تتكسر لغاية لما التكسير ده الكاتابوليزم يخلص الفيس دي تخلص systemic inflammatory response syndrome ده اغبر عندي definition بتاعه sepsis and systemic inflammatory response syndrome often complicate the course of critical ill patients اللي احنا بتتكلم عليهم دول بنقول انها بيبقى بيبقى بالسبسس بعد كده toxinia يعني والsystemic inflammatory response حاجة بقى generalized من ايه جسم malnutrition criteria for acute illness and injury يا اما بيبقى severe malnutrition يا non severe malnutrition criteria بقى بقى شكل هاي less than 50% of estimated energy required لمدة خمس تيه والweight loss 2% لمدة اسبوع الاوليني بين 5% الشهر وبعين 7.5% ثلاث شهور moderate loss of body fat moderate loss of muscle mass moderate fluid accumulation ده لو عندي severe malnutrition هذه الكريتيريا اللي هات طيب انها severe malnutrition هنلاقي less than 75% of estimated energy required لمدة 7 ايام والweight loss 1% مش 2% بقى زافو 1% الاثنين في المية اوبر الواحد الاسبوع الاوليني و 5% الاسبوع التاني و 7.5 في الثلاث شهور mind loss is moderate mind loss body fat and mind loss of muscle fat and accumulation طيب medical nutrition therapy هنديهم ايه دولة critical ill patients بحاول نعمل منيمايز الكاتابوليزم للتكسير التكسير التمثيل الغذائي مت energy requirements بنتديهم energy requirements اللي هما محتاجينها but overfit الانرج اللي هما محتاجينها بس لما نزودش عشان ما نزودش البيت and non obese 25 30 ل per kg per kg والوبيس 14 او 15 because بنعمل الادجسمنت للبوتين والفيتامينز والمينيرات حسب احتياجاته واستابلش ومنتين الفلود والالكترولايت بالانس مهمة جدا وبلان نيوتريشن ثيرابي اللو هم بيقدروا ياخدوا بالأوران بنتجيهم أوران لو مش قادرين أوران بنتجيهم انترال بالرايل لو مفيش بنتجيهم بارينترال وممكن الانترال والبارينترال مع بعض حسب ما الحالة وحسب الدول